يا جماعة قبل صلاة الجمعة إذا حبيت تصلي ركعتين بجوز إذا حبيت تصلي أربعة بجوز إذا صليت ثمانية بجوز إذا صليت مية بجوز ما ورد عن النبي عدد ركع معين قبل صلاة الجمعة ولكن بإمكانك تصلي ما كتب الله لك أن تصلي لأن النبي في صحيح مسلم قال من اختسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له يعني عدد الركع مفتوح ولا تنكر على حدا أد ما صلي خلي صلي أما سنة الجمعة البعدية ورد عن النبي أحيانا كان يصليها ركعتين وأحيانا أربعة بشيء من التفصيل ورد عن ابن عمر أنه إذا صلىها في المسجد كان يصليها أربعة وإذا صلىها في البيت كان يصليها ركعتين ويلي صلى صلاة الجمعة ما في صلاة ظهر هذا مو كلام كلام الجمهور بأن صلاة الجمعة تقوم مقام الظهر ويلي ما عم يروح لصلاة الجمعة بدون عذر هو مرتكب لكبيرة لقول النبي في صحيح مسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين هذا والله أعلم سلام عليكم